شنو علاقة رئيسة مجلس المدينة بالفاعلين الاخرين في المدينة اليوم نكن هدروه لهذا الميرفات اكيد على انه دخل فيها اطراف متعددة وشوركة اكتر واول سؤال في هاد الباب نبغي نطرحه عليك هي كيفية الاشتغال مع السيد الوالي على جهة الدر البيضاء السطات واش العمل مع بعضكم اليوم في تحفيز وضمان اكبر لتنزيل وتسريع الاوراش الكبرى لمدينة بحل الدر البيضاء السيمهي دي رجل يفتخر به الوطن رجل ذو كفاء عالية يشتغل بالليل والنهار عندو حب الوطن وحب المدينة والجهة الي هو اليوم مسؤول عليها تعاون مستمر مشي يومي يعني على طول اليوم كين تعاون كين شفافية يعني واحد تعاون الي كان تعاون عليه بزاف اليوم لدرجة ان الخارجات الميدانية كلها كنكونوا مع بعدياتنا فكن نظن على ان قيمة مضافة للدر البيضاء توجود دي السيمهي دي عليها ومن هذا المنبر كنحيي واش نقوله من حسن حد نبيل الرميلي انه صاحب الجلالة عين رجل دولة من طينة السيمهي دية اللي معروفته هو بالصرامة دياله واش هادشي بتالي غايدفع يعني بهذا الركب هذا الاصلاح دي المدينة بأسرع الحب دولة العناية المولوية لصاحب الجلالة لمدينة صدر البيضاء وحب المدينة صدر البيضاء لانه بالفعل يجيب ناس كفاء المدينة صدر البيضاء واليوم تواجد دي السيد الولي طبعا ما يمكننا ان نستبشره خير لانه ان شاء الله منتخبون في المستوى حتى مجلس مدينة صدر البيضاء اليوم عنده واحد نخبة جد متقفة جد مسؤولة لان الحمد لله انتي كتشوفي العمل ديالنا ما فيش مشاكل عنا طبعا معارضة وعنا اغلبية ولكن الامور كتدوز بسلاسة بتفاهم بتلقائية بشفافية سلطة يعني بالقيمة ديال السيمعيدية والعناية المولوية ممكن الا يعني ثلاثة ديال العناصر اللي غتخلي على النمدينة غترقى وجد الامام ان شاء الله